السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم تابعي قناتنا في فيديو جديد فيديو نصف أن نخصيصه لطريقة جديدة لتسديد فاتورة الكهرباء والغاز باستعمال البطاقة الذهبية أول شيء أذهب إلى المتصبح جوجل وأكتب تسديد فاتورة الكهرباء والغاز فيخرج هذا الموقع الخاص بسونالغاز بالدفع الإلكتروني أدخل فيه فتلاحظون تظهر هذه الصفحة يعني من أجل تسديد فاتورة الكهرباء والغاز بالبطاقة البنكية أو بطاقة الذهبية أضغط هنا على أنقر على الشروع في عملية الدفع هنا أقوم بكتابة رقم الفاتورة ومبلغ الفاتورة ومفتاح الدفع ومفتاح الدفع هو الذي تلاحظونه في الفاتورة في الأسفل هناك مفتاحان كلي أوبي بي وكلي أوبي بي أنت تقوم بإدراج كلي أوبي بي يعني انتبهوا لهذه الملاحظة ورقم المبلغ الفاتورة هو المبلغ الصافي للدفع ليس المبلغ المستحق الإجمالي وإنما المبلغ الصافي ثم أضغط على تأكيد إدخال البيانات ثم أقوم بإدراج أو كتابة ذلك النص التحقق أو رمز التحقق الذي تلاحظونه أمامكم وهو يختلف كل مرة من أجل التحقق بأنك لست روبوت ثم بعد إدخاله أضغط على الموافقة على الشروط العامة ثم أضغط على تسديد المبلغ هنا تظهر لي معلومات البطاقة البنكية أو بطاقة ذهبية أقوم بإدراجها وأسرع الفيديو حتى لا أطيل عليكم المهم أدرج المعلومات بعناية الآن بعد ذلك أضغط على التصديق هنا في الأسفل فتلاحظون هنا سوف يتم إرسال كود إلى الرقم المربوط بالبطاقة الذهبية أضغط على إرسال ثم يصلني ذلك كود التحقق أقوم بإدراجه وفي حال ما إذا لم يصلكم ذلك الكود من المحاولة الأولى أضغط على ساند أو إرسال الكود مرة أخرى أقوم بإدراجه ثم أضغط على بالدي أو سابمث أو مصادقة فيتم أو تتم عملية الدفع كما تلاحظون أمامكم لاحظوا عملية الدفع تمت لاحظوا هنا أقوم بطباعة وصل التسديد أو حفظه أنا أضغط على حفظه لأني أستعمل الهاتف حيث يتم حفظه على شكل ملف PDF تحتفظون به أو تطبعونه من أجل الاستفادة أو في حال حدث مشكلة ما تستعملونه من أجل الاحتجاج في حال ما إذا قل لكم أنه لم تقوموا بالتسديد تزيد الفاتورة فهذا هو لاحظوا كل المعلومات موجودة فيه وأن العملية قد تمت أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح المبسط نلتقي إن شاء الله في شروحات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة